الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح الثامن والعشرين من يناير سنبدأ مباشرة بمنطقة خاركيف تحديدا محور كوبيانسك حيث تواصل القوات الروسية عملياتي العسكرية أتمنى من حضرتكم متابعة الفيديو حتى النهاية لدينا تطورات همى الرجاء الاستنماع إلى الفيديو بشكل كامل سنبدأ مباشرة من هذه الجبعة حيث تواصل القوات الروسية تحديدا الفرقة 47 الروسية عمليات السيطرة في اتجاه تبايفك استطاعت القوات الروسية بعد فيديو الأمس السيطرة بشكل كامل على تبايفك تقدمت وسيطرت على المعسكر حيث كانت تتمركز آخر قوة أوكرانية في هذه المنطقة هذا هو كان المعسكر استطاعت السيطرة على منطقة بامتداد 2.28 كم وبعمق 1 كم طبعا القوات الروسية مستمرة بعملياتها العسكرية حتى اللحظة المعلمات المؤكدة هو سيطرت القوات الروسية على ضواحي كوتلياريفكا دخول القوات الروسية إلى داخل كوتلياريفكا ولكن حتى اللحظة لا معلمات مؤكدة حول تثبيت القوات الروسية لمواقع لها داخل كوتلياريفكا لذلك بقيت منطقة رمادية القوات الأوكرانية تواصل عملية انسحابها من كسيليفكا وكوتياريفكا ولكن لا شيء مؤكد حتى اللحظة حول سيطرة كاملة القوات الروسية على هاتين المنطقتين ولكن بالمنطقة كما قلت أقول في وقت سابق كانت القوات الروسية تعمل للتقدم على طول هذا الطريق للضغط على القوات الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة لذلك حاليا مع تقدم القوات الروسية من عدة اتجاهات من المنجحة تنسحب القوات الأوكرانية من كسيليفكا إلى ستيبوفا أو إلى الخلف أكثر كي تمنع قواتها من أن تتحاصل إضافة إلى ذلك إيفانيفكا أيضا بوضع سيء في حال استطاعت القوات الروسية السيطرة على كسيليفكا وكوتياريفكا ستكون مطوقة من ثلاثة اتجاهات إذن ضغط كبير تمارسه القوات الروسية إضافة إلى اقتراب القوات الروسية أكثر من هذه المنطقة نحن نتحدث عن تقريبا أصح هناك 14 كيلومترا لوصول القوات الروسية إلى هذه المنطقة الجنوبية كوبيرانسك إضافة إلى ذلك مع موطق قدم هام وضخم جدا للقوات الروسية في هذا الاتجاه كما تلاحظون على الطريق الرئيسي الذي يربط زلاتوفو بكوبيرانسك إذن نحن أمام تقدم روسي مؤثر جدا يؤثر على العمليات العسكرية القادمة أحيانا نقول لكم أحبائي أنه يوجد أمتار موقعها هام يعادل مساحات بالكيلومترات موقعها غير هام لذلك هذه السيطرة هنا كهامة خطيرة على القوات الأوكرانية القوات الأوكرانية كما قلت لكم في وقت سابق حشدت الكثير من المجموعات القطالية على طول هذا الطريق ولكن أغلبها على يمين الطريق على يمين الطريق الرئيسي كما تشاهدون باتجاه سيطرة القوات الروسية لذلك سنشهد عمليات قطال قوية بهذا الاتجاه أما بهذا الاتجاه فليس هناك أي حجود كبيرة للقوات الأوكرانية وهذا ما تحاول كما قلت لكم بالأمس القوات الروسية قيام به الضغط باتجاه النهر مباشرة أما فيما يتعلق باتجاه سينكيفكا فالمعارك مستمرة منذ منتصف للأمس تحاول القوات الروسية التقدم في الغابات والتقدم باتجاه سينكيفكا والتقدم على طول هذه المنطقة ولكن لم يتم إحراز أي تقدم حتى اللحظة أما فيما يتعلق باتجاه كريمينا فقد استطاعت القوات الروسية التقدم في محيط ديبروفا استطاعت توسيع السيطرة في محيط البلدة والسيطرة على هذه المنطقة هنا كما تشاهدون طبعا ديبروفا منطقة تتداخل ضمن عدة مقاطعات ولكن أهمية توسيع وحماية ديبروفا هي ربما للوصول إلى هذه المنطقة ربما تحاول القوات الروسية زيادة الضغط انطلاقا من كريمينا على إيلوريفكا وبيلوريفكا وفي نفس الوقت تحاول التقدم بهذه الاتجاهات من هذه المنطقة إذن نحن أمام عملية عسكرية روسية واسعة عن نطاق كما تشاهدون الجيش الروسي يتحرك بكافة الاتجاهات تقريبا في محور كوبيانسك في محور باتجاه مكييفكا باتجاه سفاتوفو إضافة إلى ذلك في محور كريمينا أما العملية العسكرية باتجاه تيرني وينبوليفكا فهي مستمرة مع ضغط كبير من قبل القوات الروسية خطوط الدفاع الموجودة هنا لدى القوات الأوكرانية فعلا تعتبا قوية جدا تم يعني يمكن قول عمليات سيطرة لا يمكن لأحد الاحتفاظ بها لوقت طوير مواقع تتغير باستمرار لذلك المعركة صعبة هنا خصوصا مع تعزيز القوات الأوكرانية لتشكيلاتها العسكرية ورفضها لمزيد من القوات لمنع القوات الروسية من السيطرة على هاتين البلدتين الأمر الإضافي الآخر تستمر عملية العسكرية باتجاه مكييفكا تحاول قوات الروسية الدخول وأن يكون لها موطئ قدم باتجاه مكييفكا أما فيما يتعلق أحبائي باتجاه باخموت ففي شمال كطاع باخموت تستمر العمالية العسكرية للقوات الروسية باتجاه روزدوليفكا باتجاه محيط فيسالي وطبعا باتجاه محيط سبيرني أما باتجاه محيط مدينة باخموت نفسها فالمعارك مستمرة باتجاه إيفانيفيسكي إضافة إلى معارك شريسة باتجاه المقبرة هنا كما تشاهدون هذه هي المقبرة معارك شريسة هنا والأمر الإضافي للآخر ما زالت القوات الروسية تحاول التقدم باتجاه بوداليفكا تحاول الاقتحام طبعا معركة ليست بالسهلة أبدا ضغط كبير من قوات الروسية ولكن القوات الأوكرانية موجودة هنا بكثافة لذلك قلت لكم فيقتل سابق هل هو فخ روسي لاستدراج جميع القوات الأوكرانية إلى شرقي النهر حيث يوجد لدى القوات الروسية القدرة على قصفهم واستهدافهم والتمكن بهم بشكل أفضل أم ويحاولون لحقا الدخول وعبور هذه القناة المائية باللون الأزرق كما تشاهدون عبورها بشكل أسهل وأفضل كي لا يكون هناك أي مقاومة شريسة من قوات الأوكران أم هي فعلا مقاومة شريسة قوية من قوات الأوكرانية وطبعا القوات الروسية تعجز عن التقدم بسهولة هذا السؤال هام أتمنى من حضرتكم الإجابة عليه في التعليقات أحبا أمال إضافة أخر لا تنسوا الانضمام إلى القناة وفعلوا جرس الإنزار بشكل ضروري جدا كي يصلكم أي إشعار حين أنشر أي فيديو أو أي أمر آخر أما فيما يتعلق بأفضليفك فقد استطاعت القوات الروسية التقدم باتجاه هذه المنطقة استطاعت حصول على موطق قدم جديد في هذه المنطقة وتحاول الوصول إلى منطقة البحيرة وربما تطويق المجموعة الأوكرانية الموجودة هنا إلى قسمين وتطويقها بشكل كامل أمر الإضافة لآخر أحبائي المعارك في اتجاه جنوبي أفضييفك فعلا طاحنة فعلا شارسة القوات الروسية تحاول التقدم باتجاه محاية معسكر تسارسكا أخوتا طبعا واتجاه هذه المنطقة كان هناك حديث حول سيطرة الروسية في هذه المنطقة ولكن ليس هناك أي أمر أكيد ننتظر حتى ساعات المساء ذلك وشدد دوما على مشاهدة جميع الفيديوهات أحبائي كي تتمكنوا أن تحصلوا على الصورة الكاملة حول ما يحصل بشكل مفصل وبشكل دقيق والأفضل بشكل محدث ما يحصل صباحا ومساء أيضا المعارك مستمرة بهذا تحاول القوات الروسية تحسين مواقع تحسين ظروف القتال الأمر الإضافي الآخر هي المعارك الموجودة باتجاه هذه المنطقة من أفديفكا تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية باتجاه هذه المنطقة الأمر للإضافة قوات الأوكرانية كانت تحاول استهداف دبابة روسية موجودة هنا ولكنها كانت مهجورة وفتم استهدافها وتدميرها بشكل كامل كانت معطلة ومهجورة فلذلك تم استهدافها وتدميرها بشكل كامل أيضا أحبائي فيما يتعلق بالعملات العسكرية الروسية فالمعارك مستمرة باتجاه محيط باتجاه بيرديتشي تواصل القوات الروسية عمليتها عسكرية هنا الاشتباكات على نفها في بيرفوميسكي ضغط كبير من قبل القوات الروسية تحاول اشتياح هذه المنطقة التقدم على طول هذه المنطقة والضغط على المجموعة الأوكرانية موجودة في هذه المنطقة بهذه التجاهات لذلك لننتظر ما سيحصل ضغط كبير تبرسه الكوات الروسية هنا في محاولة لحماية مدينة دانياتسك من الصواريخ الأوكرانية والقضائف الأوكرانية الأمر الإضافي لآخر هي العمليات العسكرية المستمرة باتجاه يوريفكا انطلاقا من المارينكا تواصل القوات الروسية عمليات التقدم ولكن كما شدت في وقتا سابق هذا الموقع الأوكراني الموجود هنا يعيق عمليات التقدم الروسية بهذا التجاه وأيضا يوجد هنا موقع أوكراني يعيق عملية التقدم أيضا يوجد موقع هنا لذلك حبائي المعركة ليست سهلة بتاتا القوات الأوكرانية تحاول حماية نفسها بالمجموعات الطائرات بدون طيار ومنع تقدم القوات الروسية الأمر لإضافي الآخر باتجاه نوفي بخليفكا العمليات مستمرة ولكن دون أي جديد وطبعا المعارك على أشدها في اتجاه زاببوروجي بالأمس سيطرت القوات الروسية هنا وحتى منذ ذاك الحين لم يكن هناك أي تقدم للقوات الروسية أحبائي شكرا لكم لمحبتكم ولدعمكم لا تنسوا وضع لايك على الفيديو إضافي آخر لا تنسوا والدعم المادي للقناة يوجد إيميل بايبال يما نرغب بمساعدة والدعم المادي هذا العمل يتطلب تفرّف كامل لذلك أحبائي أريد أن أشكركم مجددا وإلى اللقاء بفيديو آخر